السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم دائما في صفحتنا الصفحة الرسمية للأستاذ خلفه نواصل دائما عرض مجموعة أو سلسلة من الفروض في التاريخ والجغرافية والتربية المدنية وهذا الفيديو إن شاء الله سوف نخصصه لفروض مقترحة في التربية المدنية للفصل الأول مع وضع الحلول فيما بعد والبداية مع الموضوع الأول في التربية المدنية السؤال الأول حدد درجات التقاضي في الجزائر السؤال الثاني بين طرق الحل السلمي للخلافات السؤال الثالث حدد الشروط الضرورية لإجراء الصلح والوساطة الاجتماعية الوضعية الثانية من 12 نقطة يعتبر القضاء السلطة الضامنة للحقوق والحريات الأساسية السؤال في رأيك ما هي الشروط الضامنة للنزاهة القضائية والاستقلاليته السؤال الثاني أذكر ثلاث نتائج لأهمية الحل السلمي لخلافات السؤال الثالث اعتمادا على مكتسباتك أكمل المخطط الآتي يتضمن هذا المخطط هرمين قضائيين وعبارة عن هيكل يتضمن التنظيم القضائي في الجزائر وهناك فراغات علينا إكمالها ننتقل الآن إلى الموضوع الثاني ودائما في التربية المدنية السؤال الأول إشرح ما يلي الطعن الاستئناف الصلح السؤال الثاني بين أهمية الصلح والوساطة أي الحل السلمي للخلافات مع الاكتفاء بذكر أربعة عناصر فقط الوضعية الثانية بإثنى عشر نقطة يعتبر القضاء بمؤسساته المختلفة الضامن للحقوق والاستقرار والسلم في المجتمع السؤال لماذا لا تعد المحكمة العليا درجة ثالثة من درجات التقاضي السؤال الثاني إليك مجموعة من الاختصاصات القضائية قم بتصنيفها بحسب الجدول التالي توحيد الاجتهاد القضائي النظر في القضايا لأول مرة جهة استئنافية أحكام نهائية درجة أولى من التقاضي درجة ثانية من التقاضي أمامكم في هذا الجدول كلمات أو عناصر معينة المحكمة الابتدائية والمجلس القضائي والمحكمة العليا نقوم بتصنيف هذه الجمل في هذا الجدول السؤال الثالث اعتمادا على مكتسباتك القبلية أكمل مخطط إجراءات سير جلسة محاكمة أمامنا هذا المخطط الذي يتضمن إجراءات سير جلسة محاكمة نقوم بإكماله وهنا نكون قد أنهينا هذان الموضوعان فقط بوضع الأسئلة مع العلم أننا سوف نضع إجابة نموذجية لهذان أو لهذين الموضوعين بعد يومين إن شاء الله اشتركوا في القناة